السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس تعلم الرياضيات للصف الخامس الدرس الخامس من الوحدة الثامنة بعنوان ضرب كسرين اعتياديين الجزء الأول سوف تتعلم عزيز الطالب في هذا الدرس ضرب كسرين اعتياديين ولنتعلم عزيز الطالب كيفية ضرب كسرين اعتياديين قم بفتح الكتاب صفحة 115 وهيا نقرأ سويا فقرأ حل وشارك لدى بدر قارئ إلكتروني يحتوي على كتب 2 على 3 منها كتب علمية 4 على 5 من الكتب العلمية هي كتب الغاز ما الكسر الذي يمثل كتب الغاز على القارئ الإلكتروني؟ حل هذه المسألة بأي طريقة تختارها؟ عزيز الطالب لفهم هذه المسألة هيا نقم بالإجابة على بعض الأسئلة السؤال الأول ما الذي لدى بدر؟ أحسنت عزيز الطالب قارئ إلكتروني السؤال الثاني ما الكسر الذي يمثل الكتب العلمية؟ أحسنت يا بطل 2 على 3 السؤال الثالث ما الكسر الذي يمثل كتب الغاز؟ أحسنت 4 على 5 من الكتب العلمية السؤال الرابع ما هو المطلوب؟ أحسنت يا بطل المطلوب ما الكسر الذي يمثل كتب الألغاز على القارئ الإلكتروني؟ عزيز الطالب يمكنك النمذجة من خلال كتاب جملة ضرب لحل المسألة أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمله معا أحسنت محاولة رائعة عزيز الطالب هناك حلان حل سالم وحل منصور بداية عمل منصور استعمل منصور النماذج لضرب كسرين اعتياديين 2 على 3 ضرب 4 على 5 وإيجاد الناتج كما يلي حيث قام منصور بتضليل أربعة صفوف من أصل خمسة ثم قام بتضليل عمودان من أصل ثلاثة كما يلي وكان التقاطع بينهما ثمانية أجزاء لاحظ عزيز الطالب 1-2-3-4-5-6-7-8 ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا مضل له باللون البرتقالي إذن قال منصور كسر الذي يمثل كتب الألغاز على القارئ الإلكتروني هي ثمانية على خمسة عشر وبالذهب عزيز الطالب إلى عمل سالم استعمل سالم الجمل الرياضية لحل المسألة فقام بضرب أربعة على خمسة في اثنان على ثلاثة وقام بضرب البسط في البسط والمقام في المقام كما يلي أربعة ضرب اثنان على خمسة ضرب ثلاثة وكان الناتج أربعة ضرب اثنان ثمانية وخمسة ضرب ثلاثة هي خمسة عشر إذن قال سالم أن ثمانية على خمسة عشر من الكتب على القارئ الإلكتروني هي كتب الغاز عزيز الطالب إذا كان حلك موافقا لحل منصور أو سالم فحلك صحيح وإذا كان غير ذلك فقم بتصحيح الإجابة وبالانتقال عزيز الطالب إلى صفحة مئة وستة عشر السؤال الأساس كيف يمكنك إيجاد ناتج ضرب كسرين اعتياديين وللإجابة عزيز الطالب على هذا السؤال هيا بنا لنحل فقرأه التقطت عائشة صورا بهاتفها الذكي خمسة على ستة منها صور حيوانات ما الكسر الذي يمثل صور الحيوانات الأليفة من بين جميع الصور التي التقطتها ثلاثة على أربعة من صور الحيوانات التي التقطتها عائشة لحيوانات أليفة عزيز الطالب يجب أن تجد ثلاثة على أربعة من خمسة على ستة للإجابة عن السؤال ولإيجاد عزيز الطالب ثلاثة على أربعة من خمسة على ستة يجب علينا إيجاد ناتج ضربي ثلاثة على أربعة ضرب خمسة على ستة ولإيجاد ناتج الضرب يجب علينا اتباع الخطوات التالية الخطوة الأولى قدر ثلاثة على أربعة ضرب خمسة على ستة لقد تعلمت عزيز الطالب في الدروس السابقة كيفية تطغير الكسر الاعتيادية لاحظ عزيز الطالب أن البسط في الكسر الاعتيادي ثلاثة على أربعة قريب من المقام إذن سيقرب إلى أحسنت يا بطل واحد ولاحظ أيضا عزيز الطالب أن البسط في الكسر خمسة على ستة قريب من المقام إذن سيقرب إلى أحسنت يا بطل نعم سيقرب إلى الواحد واحد ضرب واحد وتساوي أحسنت واحد وفي الخطوة التالية عزيز الطالب أضرب البسطين بعض ما ببعض ثم أضرب المقامين بعض ما ببعض كما يلي سنضرب ثلاثة ضرب خمسة على أربعة ضرب ستة ويكون الناتج أحسنت ثلاثة ضرب خمسة خمسة عشر وأربعة ضرب ستة أربعة وعشرون وبقسمة البسط والمقام على العدد ثلاثة سيساوي خمسة على ثمانية بما أن خمسة عشر على أربعة وعشرون أقل من واحد وهو ناتج التقدير فإن الإجابة منطقية إذن خمسة عشر على أربعة وعشرون أو خمسة على ثمانية من بين جميع الصور التي التقطتها عائشة هي صور حيوانات أليفة والآن جاء دورك عزيز الطالب لإقناعي بهذه المسألة في فقرة أقنعني نمذج واحد على عشر من صور الحيوانات الموجودة على هاتف عائشة هي صور قطط أكتب جملة عددية وحلها لإيجاد الكسر الذي يمثل صور القطط من بين جميع الصور التي التقطتها أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم أرجع إلى الفيديو لنكمل معا أحسنت يا بطل محاولة رائعة الحل لإيجاد الكسر الذي يمثل صور القطط من بين جميع الصور التي التقطتها يجب علينا ضرب واحد على عشرة في خمسة على ستة ولضرب واحد على عشرة ضرب خمسة على ستة كما فعلنا في السؤال السابق سنقوم بضرب البسطين ثم نقوب بضرب المقامين كما يلي واحد ضرب خمسة على عشرة ضرب ستة وتساوي واحد ضرب خمسة أحسنت خمسة وعشرة ضرب ستة أحسنت عزيز الطالب ستون وبقسمة البسط والمقام على خمسة سيكون الكسر خمسة على ستون يساوي واحد على اثنى عشر إذن واحد على اثنى عشر هو الكسر الذي يمثل صور القطط من بين جميع الصور التي التقطتها عزيز الطالب والناتج يكون عبارة عن كسر بسطه حاصل ضرب البسطين ومقامه حاصل ضرب المقامين وبالانتقال عزيز الطالب إلى صفحة مئة وسبعة عشر عبر عن فهمك السؤال الأول برر منطقيا هل ناتج ضربي ثلاثة على ستة في خمسة على أربعة يساوي ناتج ضربي ثلاثة على أربعة في خمسة على ستة وضح كيف عرفت ذلك أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل معا أحسنت يا بطل محاولة رائعة بارك الله فيك الحل لإيجاد كل ناتج ضرب أضرب البسطين والمقامين فسنقم بداية بإيجاد ناتج ضرب ثلاثة على ستة في خمسة على أربعة فسيكون الناتج أحسنت يا بطل خمسة عشر على أربعة وعشرون والآن ثلاثة على أربعة ضرب خمسة على ستة سيكون الناتج أحسنت خمسة عشر على أربعة وعشرون إذن نعم متساويين لأن كل منهما له ناتج الضرب نفسه وهو خمسة عشر على أربعة وعشرون وبالانتقال إلى السؤال الثاني عزيز الطالب من فقرة عبر عن فهمك ابن الحجج الرياضية لماذا يختلف جمع الكسرين ثلاثة على تسعة وستة على تسعة عن ضربهما وضح إجابتك أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم نرجع إلى الفيديو لنكمل معا أحسنت بارك الله فيك الحل عندما تجمع فإنك تجمع البسطين وتترك المقام كما هو فلاحظ عزيز الطالب ستة على تسعة زاء الثلاثة على تسعة سنقوم فقط بجمع البسطين وترك المقام كما هو عندما تضرب فإنك تضرب البسطين وتضرب المقامين فعند ضربي ستة على تسعة في ثلاثة على تسعة سنقوم بضرب البسطين ونضرب المقامين كما يلي وبالانتقال عزيز الطالب فقر تطبق فهمك في التمارين أوجد كل ناتج ضرب وهذه هي التمارين أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل التمارين ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل معا أحسنت يا بطل محاولة رائعة الحل بداية عزيز الطالب عند ضرب أي كسرين اعتياديين فإننا نقوم بضرب البسطين ثم نقوم بضرب المقامين في السؤال الثالث اثنان على ثلاثة ضرب واحد على اثنان سنقوم بداية بضرب البسطين وضرب المقامين كما يلي اثنان ضرب واحد احسنت اثنان وثلاثة ضرب اثنان احسنت يا بطل الناتج اثنان على ستة وبقسمة البسط والمقام على اثنان سيكون الناتج احسنت يا بطل واحد على ثلاثة وبالانتقال الى السؤال الرابع واحد على ثلاثة ضرب واحد على أربعة كم سيكون الناتج العزيز الطالب أحسنت يا بطل سيكون الناتج 1 ضرب 1 1 على 12 أحسنت يا بطل وبالانتقال إلى سؤال الخامس 7 على 10 ضرب 3 على 4 سيكون الناتج أحسنت يا بطل 21 على 40 وبالانتقال إلى سؤال التاسع 5 على 6 من 3 على 7 أي أننا سنقوم بضرب 5 على 6 في 3 على 7 وبضرب البسطين والمقامين سيكون الناتج أحسنت يا بطل 15 على 42 وبقسمة البسط والمقام على 3 فيكون الناتج 5 على 14 إلى هنا عزيز الطالب وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من هذا الدرس على أمل اللقاء بكم في الجزء الثاني بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر